إخواني أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد في قناة العلم العرف الكذب اليوم سنتحدث عن الشموع اليابانية اليوم سأريكم سرع من أسرار تداول باستعمال الشموع اليابانية ولكن قبل البدء في التحدث عن أسرار الشموع اليابانية وعن كيفية تداولها بالطريقة الصحيحة أريد منكم أولا أن تذهبوا إلى الموقع برويفترير دوت كوم ستجدون كتابا مهما جدا هو الدليل الأساسي للشموع اليابانية المبتدئين أريد منكم أن تقوموا بتحميله مجانا فقط تضغط على إيميلي الآن مجانا تضع إيميليك الخاص هنا ويصلك الكتاب إلى إيميليك الخاص مجانا كذلك أريد منكم أن تقوموا بالاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذه القناة ستجدون بها مجموعة من الفيديوهات مجموعة من التحليل الأسبوعية يعني قناة قوية وغانية وتراح تلاحظوا الآن بها أكثر من 3700 مشارك ستستفيدوا منها أخواني كلم ستستفيدون منها إن شاء الله فاشتركوا فيها سأضع لكم الرابط أسفل في التعليقات نعود إلى درس اليوم درس مهم جدا أخي الكريم أريد منك أن تركز معي كثيرا ربما هذا الدرس قد يغير طريقة تداولك للشموع اليابانية سنتحدث عن الشموع اليابانية بالتفصيل كيفية تداولها بطريقة جيدة وأريكم نموذجين أحب أن أتداولهما من نماذي الشموع اليابانية إذن هذا الدرس ربما يكون معيبا عن استراتيجية حتى قد تفيدك في التداول إذن أصدقائي يجب أن تعرفوا أولا أن الشموع اليابانية الشموع اليابانية لا يمكن تداولها لمفردها يعني أنا أعرف مثلا pin bar أو engulfing مثلا pin bar مثلا على هذا الشكل هكذا أو مثلا engulfing مثلا شمعة ابتلاعية تبتلع مثلا الشمعة التي قبلها أنا أعرف هذه النماذج مثلا هذه النماذج مثلا هذه الشمعة خضراء وهذه الشمعة مثلا خضراء وأعرف أن هذه النماذج هي مثلا نماذج شرائية ولكن هل كلما رأيت هذه النماذج أدخل فيها فقط هكذا لا لأن لا يمكن أن تداولها فقط بطريقة مفردة يعني لا يمكن أن تداولها بطريقة مفردة يعني بطريقة معزولة يعني لا يمكن أن تداول الشموع بطريقة معزولة يعني كلما رأيت هذه الشمعة أدخله شراء لأن هذا هناك ضغط للمشترين وهم الذين أصعدوا السوق بالتالي السعر سيصعد كذلك هنا ضغط المشترين وهم الذين أعطونا هذه الشمعة القوية التي بتلعت الشمعة التي قبلها وسميناها الشمعة بتلعية بالتالي السعر سيصعد لا لا يمكن التعامل مع الشموع بهذه الطريقة لا يمكن التعامل مع الشموع اليابانية بهذه الطريقة لذلك أنا اليوم أردت أن أريكم طريقة يمكنكم استعمال الشموع استعمال الشموع زائد أمر مهم وعامل مهم الكل ينساه وهو أمر مهم ومهم جدا أصدقائي وسنتحدث فيه اليوم إن شاء الله إذن كما قلت الشموع اليابانية لا يمكننا أن نتداولها بطريقة معزولة نماذي الشموع اليابانية يجب أن يكون لدينا الظروف أو الكونتكست الذي يجعلنا نتداول هذه الشموع اليابانية وأنا حاولت أن أسهل عليكم هذا الدرس لأكثر ما يمكن وفي نفس الوقت يكون درسا قويا به أسرار بالتالي أولا نريد أن نرى تناقصا في المومنتم تناقصا في الزخم تناقصا في سرعة السوق هذا هو ما أريده يعني مثلا رأيت حركة قوية رأيت حركة قوية وبعد ذلك رأيت ببول باك ارتداد وأنا هدفي وهدفنا في هذه القناة هو تداول البول باك للدخول لأخذ مثل هذه الحركة القوية أليس كذلك أصدقائي نعم هذا هو هدفنا كما قلت نعود لديه بول باك نفترض أنه هذا البول باك جاء إلى هذه المنطقة وظهرت لي تلك الشمعات البين بار هنا في هذه المنطقة هل أدخل الشراء في هذا البين بار فوق هذا البين بار لا أو إنغالفل مثلا أو شمعات اللعية ظهرت لي في هذه المنطقة هل أدخل الشراء فوقها لا تعرفون لماذا أصدقائي لا لأنه لأن المومنتوم في هذا البول باك أو التسارع أو القوة في هذا البول باك تتزايد لا تتناقص لاحظوا هذه الموجة بالمقارنة مع هذه الموجة هناك تزايد في القوة في قوة السوق لا يمكنني أن أدخل عكس اتجاه السوق حتى ولو كان ببول باك تعرفون أنه الآن هذا البول باك هو في تجاه الهابت بتليلي تجاه الساري الآن ولي تجاه الهابت لا يمكنني الدخول في سبقة شراء إذا ظهرت لي شمع في هذه المنطقة شمع من تلك الشموع أو النماذج الشموع اليابانية التي نتداولها بينبار عينغالفين لا أدري من تلك المقلوبة أي شيء والسوق يتسارع في قوته تتزايد قوتهم مستحيل يعني القوة تتزايد يعني أن البايعون أصبحوا أقوية لا يمكنني أن أبدأ في أن أبحث عن سبقة شراء الآن يجب أن أن أنتظر إلى أن يتناقص السرعة يتناقص الزخم يتناقص المومنتوم بالتالي يمكن لكم استعمال الشموع ولكن كذلك يجب استعمال الزخم أصدقائي وتقريبا نحن من يعني ربما أعطيناكم طريقة الواضحة السهلة البسيطة التي يمكنكم استعمال قياس الزخم فيها هناك بعض أخوة الذين هم مريضون بالمؤشرات تضع له طريقة تستعملها يدويا تقوم بقياس الموجات بيدك يدويا ويكتب لك في التعليقات هناك مؤشر المومنتوم الذي يقيس الزخم هل تعطون أنني أنا أبله لا أعرف أن هناك مؤشر يقوم بقياس الزخم ولكن لا أبحث عن ذلك الزخم أبحث عن زخم معين في الموجات هناك بعض الأخوة الذين يخرجونني عن السيطرة أعطيك طريقة بسيطة وتبحث عن مؤشر يعني تبحث عن السهولة هل التداول بهذه السهولة تريد أن تربح المال بسهولة الكل يبحث عن مالك الكل يريد أخذ مالك وأنت تفكر بطريقة غبية لأن التداول هو طريقه مهنة سهلة وأنك تستطيع الربح بسهولة غلط غلط استعمل الطرق التي أعطيك وجربها لا تحاول أن تساهل عليك كل ما حاولت أن تساهل عليك كل ما وقعت في الغلط يعني ألا تستطيع يا أخي الكريم أن تحضر سهماً وتقوم بقياس هذه الموجة وتحضر سهماً آخر وتقوم بقياس هذه الموجة وتحضر سهماً آخر وتقوم بقياس هذه الموجة إذا لم تستطع فعل ذلك فتعد عن التداول التداول ليس لك نرى بعض الأمثلة أحضرت لكم بعض الأمثلة نرى مثلا هنا عندما أرى مثل هذه الموجة القوية أقول أنا أريد أن أرى وأبحث عن الشراء لأخذ مثل هذه الموجة عندما تظهروا لتلك نموذج من المدى الشموع اليابانية التي أعتداول زائد تناقص في الزخم إذن أين ظهر ميستر بوم؟ ظهر في هذه المنطقة هنا بدأ الجري جرى ثم ارتاح ثم بعد ذلك جرى لنقوم بقياس هذه الموجات نقوم بقياس هذه الموجات لاحظ هذه الموجة وهذه الموجة التي ظهر فيها ميستر بوم وليس الموجة التي يرتاح فيها التي ظهر فيها ميستر بوم نقوم بوضعها هكذا يعني بسهولة لست بدرورة الاستعمال أي مؤشر إذن الزخم يتناقص أوكي الزخم يتناقص جميل إذن هنا لدي الزخم يتناقص لاحظوا عندما يتناقص الزخم أريد أن أرى ذلك الزخم يتناقص الزخم يتناقص الزخم يتناقص الزخم لديكم أصدقائي هكذا رانج هنا نطاق عندما أقول نطاق يعني بين هذه المنطقة وهذه المنطقة أوكي ولا مرة في هذا النطاق ظهرت لي شمعة ابتلاعية ولا مرة في هذا النطاق ظهرت لي شمعة ابتلاعية أريد أن يتم كسر هذا النطاق ولاحظوا تم كسره بشمعة ابتلاعية إذن بعد هذه الشمعة ابتلاعية الآن يمكنك الدخول فوقها الشراء تلاحظون الآن يمكنك استعمالها يمكنك الدخول فوقها الشراء يمكنك تحديد أدف وأدف كبيرة تلاحظون إذن بما الذي قمنا؟ قمنا بقياس الزخم انطلاقا من متى ظهر لنا مستربوم ظهرنا هنا هذه البايعون في المنطقة ثم ارتاحوا قليلا ثم ظهر بايعون مرة أخرى ارتاحوا قليلا ثم ظهروا مشترون ولكن نزل السعر ولكن لم يعملنا lower lows كذلك هنا لم يعمل لنا higher highs وعاد وعاد إلى هذا الرانج ثم هنا عندما تم كاثر الرانج أعطنا تلك الشمعة حتى نفهم أكثر يمكنكم استعمال يمكنكم استعمال أي تايم فريم أصدقاء يمكنكم استعمال أي تايم فريم مثلا يورو جي بيو لاحظوا هنا مثلا لدي هذه الموجة هي موجة دافعة وبعد ذلك لاحظوا لدي صعود يعني ظهر مستر بوم هنا ثم ارتاح قليلا ثم ساعد ولاحظوا إذا قمنا بخياسات الموجات وإذا أردت أن تحدد الموجات بالطريقة الصحيحة عليك أن تضبط كورس تحليل الموجي بطريقة من أراد الاشتراك في كورس تحليل الموجي ما عليك إلتصال بها عبر الواتساب سجدنا رقم أسفل في التعليقات إذا لاحظوا هنا الزخمية تناقص لاحظوا هاتي الشمعة شمعة ابتلاعية تدخلوا أسفلها أصدقائي وستو بلوس فوقها ولاحظوا أرباح تلاحظون أصدقائي يعني سهلة طريقة سهلة طريقة سهلة ليس المهم هو الشمعة الابتلاعية أو نموذ الشماليبنية المهم هو المكان الذي ظهرت في تلك الشمعة الابتلاعية هذا هي مكان ومكان يتناسب مع مكان تناقص في الزخم للتصحيح هذا هو الهدف أصدقائي نرى مثل آخر مثلا على فريم مثلا أربع ساعات حسنا لاحظوا معي مثلا كانت لدي أتي الموجة الدافعة وأنا أبحث عن بيع في بيع بيع البول باك ولاحظوا هل ظهر مستر بوم هنا؟ لا لم يظهر لأنه عندما عاد لم يعطيني الأورلوز وهنا ليس لدي الأورلوز ولا هير هايز بتلليس هناك مستر بوم هنا هنا ظهر مستر بوم ظهر في عاد المنطقة إذا سنبدأ القياس من عاد المنطقة إذا ظهر إلى هنا ثم ارتاح قليلا إلى المنطقة تقريبا 50% ثم تزايد الزخم لاحظوا ثم ارتاح تقريبا 38% ثم ظهر مستر بوم مرة أخرى ولاحظوا هنا أصدقائي هل هناك تناقص في الزخم؟ نعم هناك تناقص في الزخم في آخر الموجة بالتالي في هذه المنطقة عندما تظهر لدي pin bar أو engulfing pattern ما الذي سيحدث؟ سأقوم بالبيع أصدقائي سأقوم بالبيع ولاحظوا هذه المنطقة التي تناقص فيها الزخم تناسبت مع engulfing pattern وقف الخاصارة فوقها ولاحظوا يعني إذا قمت باستعمال هذه الطريقة وهذه استراتيجية المنطقية التي تساعدك على معرفة متى تعتمد لاحظوا هنا لدي هذه الموجة قوية ومدام لم نكسر قمتها فدائما نحن في منطقة بائعين طيب إذا لاحظوا أريد أن أبيع من خلال البول باك عندما يتناقص الزخم ظهر مستر بوم هنا أعطني هذه الحركة القوية ثم ارتاح ثم سعد هل هناك تناقص في الزخم؟ اللي نرى لنقوم بقياس الزخم تلموجة كده إلى هنا وهذه الموجة إلى هنا نعم هناك تناقص في الزخم لاحظوا ما الذي وقع عندما كان هناك تناقص في الزخم لاحظوا هاته الإنغال في الباترن هنا تدخلوا مع إغلاقها ووقف الخسارة هنا ولاحظوا أرباح كبيرة جداً فقط باستعمالاتي الطريقة إذن لكي ألخص لكم هذا الدرس لا يمكنك الاعتماد فقط على نموذج من المدى الشمالي بني هكذا معزولاً يجب أن يتناسب مع منطقة تناقص للزخم ماذا أقصد بالزخم؟ السرعة سرعة السوق يعني عندما تنقص سرعة السوق يعني أولئك الذين يحركون السوق بدأوا يخرجون من صفقاتهم هذا بطريقة منطقية لا تأتي وتقول لي هل هناك مؤشر يمكن من استعماله وك مؤشر مومنتم غلط يجب أن تستعمل يدك وتقوم بقياس الموجات لأنه عليك أن تضع أن تختار الموجة الصحيحة وإذا لم تكن تعرف أن تضبط أو تختار الموجة الصحيحة عليك بالاشتراك في كورس التحليل الموجي هو الوحيد الذي سيريك كيف تقوم بأخذ الموجة الصحيحة هل هذا إعلان أو ترويج لدرسي لكورس تحليل الموجي؟ نعم هذا إعلان لكورس تحليل الموجي لأنه ولدي سيستطيع ليش يعرف في العالم سيريك كيف تقوم بتحليل الموجات إلا كورس التحليل الموجي بالتالي إذا لم أروج لدرسي من سيروج له أنت هذا يجب أن يضعو تعليقاتي بأسفل الفيديو كذلك دائما أريدك أن ترى متى ظهرت القوة في السوق إذن هنا مثلا ظهرت قوة بيعية بعد ذلك سأبحث عن تداول البولباك لأخذه لبيع البولباك على أقل إلى هذه المنطقة ثم إلى 127 في بوناتشي أتمنى أن هذا الفيديو عجبكم أتمنى أن هذه الاستراتيجية عجبتكم تطبقوا أصدقائي لا تنسوا عند العملية في الكاتب بسرمالي كمهرمت لائتا